أعلنت حكومة إقليم كردستان إعادة أكثر من ملياري دينار عراقي لميزانية الإقليم بعد التوصل إلى خل مسألة مزدويجي الرواتب وفيما بيّنت أنها نظمت أعداد قوات البشمرقة ورواتبهم أكدت عصمها إنشاء بنك يكون مرتبطا بالبنك المركزي العراقي وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل أنه وضمن خطوات الإصلاح الحالية تم الكشف عن نحو 23 ألف شخص من مزدويجي الرواتب والذين يتقاضون راتبين وتم معالجة الوضع وإعادة مبلغ أكثر من مليار دينار عراقي للميزانية وتوقع عادل السيطرة على أسعار الوقود خلال يومين أو ثلاثة برفع الرسوم وضرائب عن المواد التي تدخل في تصفية البنزين مشيرا إلى تمديد نسبة 15% من خصم الرسوم الحكومية ولمدة ثلاثة أشهر ترجمة نانسي قنقر